على الجانب الاخر النهاردة زي ما قلت لحضراتكم والله انا دلوقتي قاعدت اجري فوق وانا بعد ما احمد مهيب احرز القضية برضو بتاعت السلة النهاردة في التلات نقاط الشوطة اللي بتلات نقاط دي دي بنا نكسب بيها النهاردة ليه لانه وانا معرفش الصورة جاهزة اللي انا كنت طالبها منك يا شامير ولا طب ما تحطها يلا تفضل الصورة اللي جاية دي هي صورة مهمة جدا بالنسبالي انا كراجل اهلاوي الصورة دي مهمة جدا 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 بالنسبالي ده لعب نادي الزمالك الحقيقة اللي اخطأ طبعا بالشكل اللي هو عمله ده لكن قبل ما تعمل انا بقول لعب نادي الزمالك قبل ما تعمل دي ها هل انت سألت اللي قدامك ده سألت لعب نادي الرجاء لما وقف وبيحاول ان هو يتمنظر على لعب نادي الاهلي ايه اللي حصله ما يصحش اللي اتعامل ده ما يصحش انا طبعا كاهلاوي انا بشكرك ان انت عملت كده عشان اقدر اكسب المباراة كرة دي او الحركة دي ادتني تكنيك الفاول تكنيك الفاول قدرت احرز منه باسكت وقدرت ان انا اخد الكرة استحوز على الكرة واجيب لكن بعد كده لما تيجي تعمل حاجة ابقى اسأل الاول واللي بيسأل ما يتهش اللي بيسأل ما يتهش فابقى اسأل الاول وشوف ايه اللي حصل للاعب نادي الرجاء او لفريق الرجاء بالكامل ايه اللي حصل له بعد او لكل الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي وحاوله النهاردة انا النهاردة سمعت كابتن اعماد متعب وعجبني جدا اعماد متعب النهاردة في الستوديو التحليلي وهو بيتكلم في مباراة الاهلي والاسماعيلي قالك لعبت الاسماعيلي ده كان رأي الكابتن اعماد لعبت الاسماعيلي بتحاول تستهزأ بلعبت النادي الاهلي انا معرفش ليه الحقيقة لانه لكن اوكي ده كان كلام الكابتن اعماد فكرة رجعت تردد جون في النادي الإسماعيلي أو راكل الجزاء للنادي الإسماعيلي تصدد من حسام حسن وكملها أحمد سيد غريب ليحرز هدف التعادل للنادي الأهلي حاجة أنا بصراحة مبسوط جدا وسعيد جدا بالحاجتين باللي أنا شفته في فريق ناشئين عنده نادي الأهلي عنده تيشيرت الأحمر ده أو روح الفانيلا الحمرة دي جواهم جواهم زي ما أنتوا شفتوا النهاردة كده وفريق كرة سلة على الجانب الآخر بيكسب ثلاثة نقاط يعني ما عملناش حاجة يعني ضخمة لكن تكسبت ثلاث نقاط من نادي الزمالك الغريم التقليدي بتاعك من ملعب نادي الزمالك بعد إزاي بالخطأ اللي دايما اللي وريدته لحضراتكم ده لاعب نادي الزمالك عمل بيعمل يعني هو بيتصور كده أنه رايح أنه الأوجستي وبيقول له يعني إيه إحنا هنتبحكوا بعدين قال كلمتين كده ما يصحش إن أنا أقولهم طبعا على الهوى وحنشوف اتحاد كرة السلة حيقول لنا إيه في هذا الأمر أو حيعمل إيه في هذا الموضوع فالحقيقة الصورتين دول متشابهتين جدا من بعض لاعب نادي الزمالك هو بيعمل كده ولاعب نادي الرجاء وهو بيعمل كده برضو قبلهم برضو فكروني بما حدث في مباراة السفاقسي اللاعب بيحتفل لاعب نادي السفاقسي بيحتفل وكذا وكذا ربنا كرمنا بهدف أبو تريكا يعني التلات حاجات نحطهم مع بعض كده تعرف إن النادي الأهلي ده مختلف تشكرك يا ساميه تعرف إن النادي الأهلي ده مختلف اللي حضرتك شايفه ده في المباراة السفاقسي على الكرة بتاعت أو الحركة اللي عملها لاعب نادي الزمالك النهارده في السلة على الحركة اللي اتعاملت قبل كده من لاعب نادي الرجاء على اللي عمله الناشئين النهارده في مباراة الإسماعيلي لا الوضع مختلف الأهلي مختلف في كل حاجة الأهلي مختلف ابقوا سأله الأول والله اللي يسأل ميتوه والله اللي يسأل ميتوه